فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو فالاعتقاد والأعمال نعم هو قوله وإياكم والغلو وإن كان سببه حصى الجمار نهى أن يغلو الحاج في حصى الجمار فيرمي بحصى أكبر من ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الحكم عام في قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو الغلو هذا عام لأن أل للاستغراق أي جميع أنواع الغلو في جميع عمر الدين فالدين ولله الحمد توقيفي ومبين بالأدلة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومحدد من جميع الجهات ولكن على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعرف المشروع والممنوع حتى يؤدي العبادة على أصولها وعلى حدودها الشرعية ترجمة نانسي قنقر